اشتركوا في القناة تفاصيل لها علاقة بخريطة البلاد التي هي الاخرى ليست على ما يراه خريطة الوجع اليمني الممتد من عمارات الياجور في صنعاء الى العمارات الطينية في شبام حضر موت العياد في المدن تبدو اكثر مكابدة فحمام الدور لا تطير في عيد صنعاء التي تبدو رهينة وحزينة فاقدة الحيلة والحيوية منذ ان وطئت عربة الديناميت للميليشيا ودارت عجلاتها في المدينة تحولت الدولة فيها الى انقاض وتحولت المباهج فيها الى اعتيادات مكررة منزوعة الشغف تعث هي الاخرى تعيش لحظاتها العيدية في المربعات الضيقة التي فرضت على المدينة منذ الانقلاب والاجتياح وهي المدينة التي تعاني ايضا من النزوح والتهجير وشتات الاسرة التعزية التي يبرز اكثر في العيد عندما تتفقد كل اسرة ذويها وتفتح ذاكرة لا ينقصها الجروح المفتوحة بالنسبة للعيد في مارب الحمد لله كما تشوفوا مرة العيد والناس في فرحة والامور طيبة الحمد لله كل شيء كما يرام اللحظات العيدية في المناطق المحررة مثل عدن ومأرب قد تكون اقل معاناة لكن العيد لا يزال منقوصا وغير حاضر بكامل تفاصيل وخصوصا في مأرب التي شهدت جريمة استهداف المصلين وهي ليست الجريمة الاولى التي ترتكبها الميليشيا مخالفة اخلاق الحرب وجميع الاعراف اللحظات العيدية الاولى لدى اليمنيين يمكن وصفها باقل من عادية على صعيد الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي حول اعياد اليمنيين الى فرحة سرقتها الحرب على مستوى دخل الاسرة ومعدل الطاقة الشرائية الضئيلة من انقطاع الرواته الاسرار على الحياة وبث الفرح لا يزال حاضرا في المزاج الشعبي باستثناء احزان البيوت التي فقدت احد ساكنيها اما شهيدا له ذكريات معلقة على الجدران او مختطفا لا يزال مكانه فارغا في السكن وعلى مائدة الطعام اشتركوا في القناة